السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد تعلن المديرية العامة للوقاية المدنية بمدينة قلمين عن مباراة توضيف 22 منصب منقدي سباحة موسميين بمناسبة لموسم الصيفي لسنة 2023 بمدينة قلمين اذا اخواني وفق هذا البرنامج سنطرفوا اخواني في هذا الاعلان هذا عن الشروط ديال هذا المباراة دي والوثائق المطلوبة وكذلك طريقة ديال ارسال الطلب ديالنا اذا اخواني بالنسبة للشروط اللي ستكون في المترشح اللي ستترشح لهذا العامل هذا انكم ما تكونوش اقل من 20 سنة ومتعدوش 36 سنة الى غاية تاريخ 1 يناير 2023 إذا الاشخاص اللي غادي تفعل هذا العامل هذا ما خصوش يكون العمر ديالكم يعني قل من 20 سنة في 1 يناير 2023 وما يكونش كتر من 36 سنة في 1 يناير 2023 وبنسبة الشرط الثاني وهو تكون عندك ديراية بهذا بهذا المهام اللي هو مهام كمنقذ سباحة اللي غادي تخدم إخواني في مدينة قلميم إذا إخواني بالنسبة الوثائق اللي هي قسك توجدها في هذا العامل هذا يعني نسخة من عقدة الازديادة اللي ما كتتداش 3 شهور شهادة طبية كتتبط الخلو ديال المرشحة من أي مرضة مع الفحص الصدري للأشيعة وهناي جوج ديال الصور الشمسية شهادة حسن السيراء أو سجيل عدلين لما كتتداش 3 شهور نسخة من البطاقة التاريف الوطنية إذا هده هما الوثائق عندكم هنا خمسة ديال الوثائق الوثائق اللولة اللي هي النسخة من عقد الازدياد يعني تجيب العقد الازدياد ديالكم إخوان اللي هي نسخة واحدة تجيبها ومتعدش تاريخ ديالها 3 شهور يعني تجيبوها متعدش تاريخ ديالها 3 شهور بالنسبة للشهادة الطبية اللي كتتبت الخلو ديال المرشح من أي مرض مع الفحص الصدري إذا غد مشوا عند الطبيب وديروا واحد شهادة طبية وغد تفيع بأن بأن ما عندك شتش مرض اللي غدي منعك من المزاولة ديال الأعمال هدا وكذلك غدي تديروا الفحص ديال الصدر الفحص ديال الصدر يعني فحص صدر أشعة غد مشوا عن الشخص اللي هو مختص فهذا الفحص هدا وديروا ديال بلاك ديال الصدر وكذلك عجبوا جوز للتصور بالنسبة الوثيقة الرابعة اخواني كتجيبوا الشهادة ديال حزن السيرة او كتجيبوا الشهادة ديال السجل العدلي اللي ما تداش تلت شهور فالمدة ديال وفي الاخير كتاخدوا واحد النسخة من البطاقة الوطنية كتديروها وكتحطوها مع هذا الضوص هذا اذا اخواني بالنسبة كذلك عنو رقم الطريقة ديال كيفاش غدي دفع الدوص ديال وكذلك هنا غنشوفوا الطريقة كيفاش غدي ندوز هاد الامتحان التطبيق اذا الامتحان التطبيق يكون على بزاف ديال المراحل المرحلة الاولة هنا يدوز هنا خمسين متر سباحة حرة في اقل من دقيقة واحدة وهنا الغطس تحت الماء لمسافة عشرين متر داخل الماء على عمق جوج ونص متر وهنا الغطس والبحث عن دوميا وانقاذها على مسافة خمسة متر وهنا رمي عوام من وزن ثلاثة ونص كيلو على مسافة اتناشر متر والنجاح في هذا الاختبار التطبيقي حول الاجراءات المتخذة لانقاذ الغريق والاسعافات الاولية اذا اخواني هاد هاد الامتحانات لغادي الدوز بالندس Bird لإجراء الامتحانات التطبيقية المضاف المنتحانات التطبيقية اللغادي الدوز اخواني في المسبح المغط بالواحة الرياضية بمدينة قلم اخواني بنسبة الطريقة ديل ارسال الطلب ديركم اذا غادي تجمعوا اخواني هاد المعلومات هادو لهاد الوثائق هادو اللي شفناه الملف هذا غادي تجمعوه وغادي تدوه مباشرة اخواني غير اما تحطوه في العبز بالناس اللي هم ساكنين في مدينة قلميم غادي تدوه مباشرة التكنة ديل الوقاية المدنية او لا تدوه الوكالة الوطنية اللي يعاش شغل تشغيل والكفاءات اذا غير اما تدوه الانابيك اقرب انابيك اللي كان في المدينة ديركم او لا تدوها الثكنة ديل الوقاية المدنية اللي كان في مدينة قلميم إذن إخواني بالنسبة لنا يقينا واحد للملاحدة هنا يسحب ملف الترشيح مع المرشح لإجتياز المباراة في التاريخ المحدد الذي يعتبره آخر أجل لقبول لملف دلكم لا يقبل كل ملف نقص أو لم يتم إيداعه وفق التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات المباراة كل ملف لا يتضمن أحد الواتعيق المطلوبة لا يخده بعالي أعتبار ولا يمكن لصحبه إجتياز هذا المباراة إذن إخواني بسبل طريقة دي الإرسال الطلب دلكم كيف كنت لكم أول حاجة غديروها وأنكم تسجلوا عبر هذا الموقع الخاص بالوكالة ديال الأنابيكا أنكم تدروا واحد لانسكريبس هنا يا بنسبة للناس اللي غادي يدفعوا من انطلاقا عن الموقع ديال الأنابيكا أما بنسبة للناس اللي كيف كإن في مدينة جليم بانهم يدفعوا الضفة الدنيا ديالهم في العنية في الوقاية اللي كيف كنت لدي الوقاية المدينية اللي كان في مدينة جليم بان sens hearts interesante اللي بغ정이 يدفعوا انطلاقا من ويكالة دياله الأنابيكا أنهم يتسجلوا في الوقا ديال Argentina ولي يدفعوا الضفة الدنيا ديالكم في الوقا ديال الأنابيكا يعني اول شيء اغادي تد våيكا دي LAB PICI ضخمية winds ضخمية cement هذه من الإستمارات. بالنسبة لحالة العائلية أعزب أو متزوجة أو متزوجة أو أرملة يعني حسب الحالة العائلية لكل شخص بالنسبة لحالة العائلة لذلك الشخص يبدأ بالنهار يبدأ بالنهار يدعون الشهر يدعون المعلومات يكونوا صحيحين بالنسبة لحالة العائلية تضع الأدريس في ساكن الأدريس يكون في كارت نسيونال ستأخذ الأدريس باللغة الفرنسية ستنقله وضعه حرفيا في هذا المكان بالنسبة للمرحلة الثالثة التي تضع فيها المدينة في ساكنتها على سبيل المثال الناس الذين ساكنين في مدينة ورزازات بهذه الطريقة سيضع ورزازات هنا وهنا ستضع الجماعات لتابعة هذا المنطقة على سبيل المثال ولكن تابعة واحدة الجماعة من هذه الجماعات لكن الجماعات كلهم في هذا المكان بالنسبة لهنا قد تضع جيميل يعني الجيميل يكون صحيح يكون في التليفون قد تضع الجيميل قد تضع الرقم الهاتفي اللي هو هاتف يعني رقم هاتف صحيح من اللي تكمل المعلومات كاملين سنذهب إلى هذا المكان ونضع الحالة يعني الحالة اللي هي ما أنت تعمل أو لم تعمل ما أنت تعمل ما أنت تعمل ماذا تعمل مازين هنا بالنسبة لهذا المكان تضع فيه الفورماتيون يعني الشواهد يعني بالعموم الشواهد اللي أنت واخدها في المسيرة الدراسية يعني تعمل كل شيء يعني تبدبع بالديبلوم ستعمل الديبلوم ستعمل 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 الـ 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 بعد ذلك ستعمل الديبلوم على سبيل المثال ستعمل ستعمل الديبلوم يعني تضغط على اجتب يعني تعمل بطريقة هذه يعني تعمل الديبلوم يعني سواء مثلا في الـ الـ أو في مدرسة مدرسة كل شيء المدرسة في هذا المكان بالنسبة لهنا يضع التعليم بالنسبة لعمل في الشركات التي تعملت فيهم يعني في السنوات الماضية يعني تضعهم هنا يعني هذه المعلومات يمكن أن يكون لديك في و لكن تحاول ما يمكن أن تضعهم بطريقة صحيحة في هذا المكان بشكل هذا يعني تضع السنة هنا التي تبدأ فيها الخدمة و هنا تضع السنة التي تكملت فيها الخدمة مع هذه الشركة إلى أن تعمل مع الشركة على هذه البطورة في هذه الطريقة هنا تضع هنا الشركة التي تخدم معها في هذا المكان هنا تضع لكي تعمل في هذه الشركة يعني التي تعمل فيها يعني تكتب هنا البطورة التي تعمل فيها في هذه الشركة في هذه حتى تزيد شركة أخرى تضغط على اجتماع شركة هنا تجد شركة هنا و تدير لضعها هنا و في إنتهار و المعلومات بالنسبة للغة والبعوت 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 التي تزيدها و هنا بالنسبة لبيع المركز يمكنك التحديد من تقليد كما تعرف بالطريقة الان تريد ما تريد يمكنك التحديد من المركز من المركز يمكنك التحديد من المركز نجد هنا بردوية على الورد ، على ال اكسل ، على ال اكسس و على ال بوروطي كما تتكلم هنا بالنسبة لها تزيد الكمبيتون سبسيفي ما هو التكلم بردوية أخرى مثلا في الفوتوشوب ومثلا في الويب سايت ومثلا في المنتاج أي حاجة أخرى تزيد المكان بالنسبة لها تحديث البيغمي من المثلات من المثلات من المثلات. في الاخير هنا كترفع هنا واحد السيارة الاتية. تكتبها مزيان في الورد وكتحولها البيت غير فنواته. وكترفعها في هذا المكان. تضغط على هذا شواء زغان فيشي وكترفع البيت غير فنواته هنا وكتضغط على فريد في الاخير. إذن أخواني بعدما أنكم عمرتمو الاستمارات سوف يأتيوا مباشرة لهذه المكان هنا سوف تضغطوا على بوستولي و سوف تضغطوا هنا قرطة سؤالة سوف تضغطوا على منتباس التسجيل وتضغطوا على أوقي وتبوستولي من هذا الموقع بعدما أنكم قد ألتوا بوستولي سوف تهزو الحصيدي لكم اللي شفنا إخواني اللي في هذه المعلومات يعني في نسخة من عقل الإزيادة اللي لم يكنتداش للتشهور وفيه الشهادة الطبية كنت تتبه دخوله مرشح من اي مرض مع الفحص الصدري يعني فيها جديد الوثائق فيها الشهادة الطبية وفيها هذا الفحص ديال الصدر يعني بالاشيعة وهنا يوجد ديال اه تصور وشهادة ديال حس السيرة او الى ما كينو شهادة ديال حس السيرة اه يقدر انكم نجيبوا معكم يعني السجل العدلي اللي كيتشبت انكم عندكم اجتسوابق هذا اليوم والنسخة من بطاقة ديال التعريف الوطني غدي تشمعوا تدوصي هذا وتدوه مباشرة الاقرب ويكالة ديال انابيك اللي كينو في المدينة ديركم وتدوصي ديركم فهذا فهذا العمل هذا اللي غدي تخدموك كمنقدي سباحة موسميين بمناسبة الموسم الصيفي لسنة الفين وثلاث عشرين بمدينة قلميم اذا هذا البرنامج اخواني اللي غدي بدأ سبت ثمانتاش مارس الفين وثلاث عشرين اذا هذا هو التاريخ اللي غدي بدأ في هذا اللي يعني اه دفعو لهذه الدواصة ديالكم والاجراء ديال الفحص طبي المترشحين مثل كانت الوقاية المدينة بقلميم غدي بدأ يوم الاربعاء تسعود وعشرين مارس الفين وثلاث عشرين واجراء ابتحان التطبيقية بالمسبح المغطى بالواحة الرياضية بقلميم وهذا الشي اللي كان اخواني بالنسبة لهذا العمل هذا اللي غدي تخدموك في الحراسة بالشواطئ الموسمية للصيف سنة الفين وثلاث عشرين اللي غدي تشرع الابتداء ديالو من فاتح ماي الى غاية ثلاثين شوتنبر إذن غدي تبدو الخدمة من واحد شر خمسة الفين وثلاث عشرين حتى الثلاثين تسعود الفين وثلاث عشرين غدي تبدو غدي تخدمو فيها خمسة أشهر خمسة أشهر اللي هتخدمو فالشواطئ اللي هي شواطئ آآ يعني ديال مدينة قلميم اذا اخواني هدوما المعلومات ستمنى لكم التوفيق قد نحط لكم الرابط ديال ديال الا الاعلان في اه صندوق رلوت لا تقوم في اول تعليق كانت نتمنى لكم اخواني التوفيق متنسوا دلالتر زل اللهيك وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش توصلوا بالجدانه دم تفي رعاية الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى